بهذه الطريقة البدائية يحاول عطلة الحصول على الماء من باطن الأرض فهذه آخر الحلول التي لجأ إليها مع أبناء منطقة آلتوبة بسبب شح مياه الشرب لكن من دون فائدة فهو يقول إن نسبة الملوحة فيها مرتفعة ولا تصلح للشرب لكن العطش اضطرهم إلى ذلك لعله يخفف من معاناتهم أما هذا البيت المهجور فإنه يعود إلى عائلة غادرتهم منذ زمن ليتحول إلى أطلال تحمل ذكرى ساكنيه ومرارة الحياة التي كانوا يعيشونها فالجفاف هنا دفع أكثر من مئة عائلة من سكان هذه القرى إلى النزوح في السنوات الأخيرة بحثا عن الماء والحياة البسيطة أحد عشر عاما مرت ولا تزال محطة المياه هذه معطلة من دون عمل على الرغم من الأزمة التي تمر بها المنطقة فالأهالي هنا يتساءلون عن سبب توقفها وعدم عملها على الرغم من الأزمة التي تزداد يوما بعد آخر والله والله صارنا صارنا هاي من إلى الفين وتسع من إلى الفين وتسع على حد الآن ما نعرف شنو السبب عسنا نريدين المشكلة شنو؟ المشكلة طونها يا با شنو فلان شي عدنا عدنا نقص بفلان شي شنو طونة؟ هاي لا أكثر ولا أقل بس عنا شنو؟ عسنا نحن الله وكلك حافرين برايم برايم هاي ما تنحط بالحلك لم يشفع قرب هذه القرى من مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي مثل آثار أوروك لتكون قرى مزدهرة بل على العكس يحرم سكانها من أبسط مقومات الحياة على رأسها شح المياه من المثنى خليل بركات يو تي في